موسيقى 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعث الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين محطة حسينية ومع دعاء الإمام الحسين عليه السلام كما وعدناكم في المحطات السابقة أن يكون حديث عن الدعاء وفي أجواء الأدعية الروحانية لأبي عبد الله الحسين بن علي عليه السلام وفي هذه المحطة نتوقف في دعاء جميل دعاء الاستسقاء ما هو المقصود من دعاء الاستسقاء كلمة الاستسقاء هو على صيغة الاستفعال طلب السقي نطلب من الباري عز وجل طلب الماء متى عندما يقل نزول المطر أو ينعدم نزول المطر ويقل الماء والزرع والحرث والنسل فهذا نوع من البلاء فالباري عز وجل عندما يمتحن الناس بهذا الامتحان حس أن قلة الماء أو انعدام الماء نوع من البلاء أو نوع من الاختبار للإنسان فجعل للإنسان نوع من الدعاء سمي بدعاء الاستسقاء ماذا هذا الدعاء عندما تجف المياه وعندما ينعدم المطر كيف يعيش البشر وهل يمكن للإنسان أن يعيش بدون ما فما عليه إلا أن يخرج إلى الصحراء كبار صغار نساء وأطفال وكهول الكل حتى المرضى يخرجون حفات بحالة بذلة وتواضع إلى الصحراء وهناك يتضرعون إلى الله سبحانه وتعالى ويطلبون من الباري عز وجل يصلون ويدعون ويقرؤون القرآن حتى الباري عز وجل ينزل عليهم المطر وكثير من الناس يخرجون ولا يستجاب الدعاء لمشيئة ربانية إلهية لا نعرفها ومن هذه الأدعية الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا هذا الدعاء والعياذ بالله إذا أصبنا بجفاف المياه وقلة المطر أو انعدام المطر هنا روايات رسول الله وأهل البيت عليهم السلام تحثنا أن نخرج خارج القرية خارج المدينة إلى الصحراء بحال ذل وخضوع وخشوع وبكاء ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل علينا المطر فكيف إذا دعى النبي كيف إذا دعى أهل البيت والآن تعالوا معي حتى نرى أن كيف دعى الإمام الحسن والإمام الحسين في موضوع الأستسقاء عن الإمام الصادق عن الصادق عن أبيه الإمام الباخر عن جده الإمام زين العابدين سلام الله عليه الإمام علي بن الحسين الإمام الرابع من أئمة أهل البيت عليهم السلام زين العابدين قال اجتمع عند علي بن أبي طالب عند أمير من سلام الله عليه اجتمع عند علي بن أبي طالب عليه السلام قوم فشكوا إليه قلة المطر يا أمير الممنين يا أبا الحسن الأمطار هذا العام قليلة والزرع مشرف على الموت والآبار جفت ماذا نصنع وقال يا أبا الحسن ادعوا لنا بدعوات في الاستسقاء لم يذهب إلى غير أمير المنين مصحابا موجودين أصحاب النبي موجودين ولكن يعرفون أعلمكم علي أعدلكم علي أخضاكم علي أشجعكم علي علي أول في كل شيء فيعرفون أن أمير المؤمن إذا دعا الدعاء سوف يستجاب يا أبا الحسن ادعوا لنا بدعوات في الاستسقاء شرحا لكم معنى الاستسقاء وموضوع الاستسقاء قال يعني الإمام زين العابدين علي بن حسين عليه السلام قال زين العابدين فدعا علي عليه السلام الحسن والحسين طلبهما فقال الحسن عليه السلام ادعوا لنا بدعوات في الاستسقاء بني حسن ادعوا بدعوات للاستسقاء فقال الحسن حتما رفع يديه نحو السماء فقال الحسن اللهم هيج لنا السحاب إلى آخر الدعاء السحاب يعني غيوم هيج لنا السحاب يعني لهم اذا تلبدت السماء بالغيوم ينزل الأمطار اللهم هيج لنا السحاب عبارة جميلة كلمات حلوة حقيقة الانسان من يسمعها ولكن باعتبار احنا الشاهد الشاهد الامام الحسين لم ننقل تفاصيل دعاء الامام الحسن لأن الحديث عن المحطة الحسينية إذا الله وفقنا إن شاء الله نسجل محطات حسنية بإذن الله سنبين التفاصيل للإمام الحسن سلام الله عليه ثم قال الإمام علي عليه السلام ثم قال للحسين عليه السلام ادعو يلا يا حسين اللهم وقت الدعاء والاستسقاء وادعو الله أن ينزل المطر فكيف بالحسين الحسين إذا دعا لا ينزل المطر نعم الناس الإيمان ضعيف يشككون نعم أما مثل سلمان الفارسي مثل مقداد نعم مثل أبو ذر مثل عمار هؤلاء الصحابة الأجلاء لا يستسكن في نهاية الحديث ستسمعون ماذا يقول بعض الناس فقال الحسين اقرأ الدعاء هذا الدعاء الاستسقاء ينفعكم في وقت إن شاء الله فقال الحسين عليه السلام بعدما ما طلب منه الإمام أمير منين بالدعاء فقال الحسين عليه السلام اللهم يا معطي الخيرات من مناهلها ومنزل الرحمات من معادنها ومجري البركات على أهلها ملك الغيث غيث أن المطر ملك الغيث المغيث وأنت الغياث المستغاث ونحن الخاطئون وأهل الذنوب وأنت المستغفر الغيث المغفار لأنت المستغفر الغفار لحينها لحينها مدرارا مدرارا وسقنا الغيث واكفا مغزارا غيثا غيثا مغيفا واسعا متسعا مريا ممرعا غدغا مغدغا غيلانا سحا سحا وإلى آخر الدعاء دعاء في الاستسقاء طبعا المصدر اليذيود أنت تأخذ تفاصيل أو ينقلها أو يسجلها كتاب قرب الأسناد صفحة 73 طيب بعد ما أكبر الإمام الحسين الدعاء يقول الإمام ذهن عبد سلام الله عليه فما فرغ يعني بمجرد رد الإمام الحسن والحسين دعوا أو دعيا قال ثقين قال فما فرغ من دعائهما حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السماء صب اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم فما فرغ يعني الحسن والحسين من دعائهما حتى صب الله تبارك وتعالى عليهم السماء صب ما شاء الله قال هنا الإمام زياد يكمل الرواية فقيل سلمان كأنما سلمان المحمدي سلمان الفارس كان موجود أيضا فجماعة من الصحابة فقيلة يعني جماعة من الصحابة قال لسلمان الفارسي فقيل لسلمان يا أبا عبد الله لأنه من الأقاب سلمان الفارسي أبا عبد الله من ألقاب أبا عبد الله ثقيل سلمان يا أبا عبد الله أعلم هذا الدعاء الحسن والحسين هذا دعاء العظيم القراء وهذا المطر الذي نزل صبا صبا نزل هذا المطر كأفواه القرب هذا الدعاء علموهم أحد شوف يعني شوف الإيمان عما سلمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان مننا أهل البيت وكان يعرف علم البلاية والمناية المهم فقال سلمان أعيد السؤال سلمان جماعة من الصحابة يا أبا عبد الله أعلم هذا الدعاء فأجاب سلمان فقال ويحكم متعجب هذا الحسن والحسين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين إمامان إنقاما وإنقعدا الحسن والحسين صبطاي من أطاعهم فقد أطاعني من أبغض فقد أبغضني إلى آخر الروايات فقال سلمان فقال ويحكم أين أنتم من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سلمان ماذا قال رسول الله حيث يقول يقول سلمان ينقذ الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله إن الله أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة هذا الباري عز وجل الله سبحانه وتعالى جعل أهل البيت وجعل للحسن والحسين هذه القدرة وهذا العلم الغزير إن الله أجرى على ألسن أهل بيتي مصابيح الحكمة اللهم نورنا بنور أهل البيت اللهم وفقنا لقراءة أدعية أدعية الإمام الحسين عليه السلام في محط أخرى إن شاء الله ودعاء آخر وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته